تصل علي أخ عزيز حد محترم راقي يتألم من ضيق العيش يتألم من شدة الحياة يتألم من شظف الحياة حتى يعني أنه هو يعمل ويكد ويجتهد ولكن المبالغ الدخلة لا ما بتكفيش المبالغ الدخلة ما بتكفيش فهو يعني كان يقول أعمل إيه يعني زوجته قالت له يعني أنا ما عدتش قادرة يعني ولذلك عنوان الحلقة دي أنا ما عدتش قادرة سنين طويلة بيكفحوا في الحياة وبيربوا في الأولاد ولكن يعني الزوجة قالت له ما عدتش قادرة خلاص طب يعني ما عدتش قادرة خلاص بقى بتقول بقى أنا عايزة أمفصل وأسيب الجمل بما حمل واتحمل إنت بقى المسئولية وده في كثير من الأحيان بعض السيدات يعني ربنا عافينا ولا يبتلينا يا رب العالمين لا تنظر إلى النعمة التي في يدها يعني غيرها قد أتاها الله المال ولكن لم يرزقها الخلفة فدي فقيرة خلفة ودي غنية خلفة ودي غنية مال ودي فقيرة مال فكل واحد فينا لما بينظر العطاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه له ويبدأ يوزن هذه العطاءات طبعا مهم جدا إن احنا نوزن هذه العطاءات أخويا الحبيب ده لما كلمني قلت له يعني قال لي يعني أن الأولاد بندفع النور والمية وبندفع كذا وكذا وكذا وبنيجي ما بنلاقيش حاجة وبيتأخر علي بعض الأوقات الإيجار فيعني أنا قلت له المفروض إن إحنا أولا الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أعطاك الصحة التي أنت تعمل بها الحمد لله الذي أعطاك نور العين الذي أنت ترى به الحمد لله الذي أعطاك السمع الذي تسمع به الحمد لله الذي أعطاك هذا اللسان الذي تتحدث به وغيرك لا يستطيع الحمد لله الذي أعطاك حركة اليدين الحمد لله الذي أعطاك حركة دخولك الحمام لوحدك تدخل وتخرج الحمد لله الذي أعطاك القدمان تجري بهم يعني كيف شئت يمينا ويسارا في أي مكان الحمد لله مبدئيا أنت أنت في نعم نعم أنت لست فقير أنت الله تبارك وتعالى من عليك بنعم كثيرة ولكن تعالى شوف يا أخي الحبيب أخبار صلاتك إيه أخبار صلات البيت إيه وليه إحنا بنتكلم في الصلاة هو إحكاية الصلاة هو إحنا كل محد يسألنا نقول له حافظ على الصلاة حافظ على ذكر الله وحافظ أيوة إحنا أنا لما درست العلوم اللي هي علوم الطاقة ودرست علوم كثيرة جدا جدا علوم مستحدثة إنما إحنا عندنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به